في ساعات الليل المتأخرة هكذا بدى المشهد في محيط سجن غويران بالحسكة شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ألسنة من اللهب وحالة من الهلع تسيطر على المكان هجوم هو الأكبر والأعنف منذ نحو ثلاثة أعوام ينفذه عناصر تنظيم داعش على السجن الذي يضم نحو خمسة آلاف معتقل من التنظيم المرصد السوري أشار إلى أن عناصر داعش حاولوا الوصول إلى بوابة السجن والتفجيرها بسيارة مفخخة إضافة إلى تفجير صهاريج محروقات مصادر أشارت إلى تمكن عدد من سجناء داعش من الفرار ليتم بعد ذلك بساعات القبض على بعضهم بينما أشارت مصادر أخرى إلى وقوع قتل خلال اشتباكات دارت بين المهاجمين وقوات سوريا الديمقراطية ساعات عصيبة أعلنت بعدها قوات قسد السيطرة على الأوضاع في السجن في حين فر عناصر داعش المهاجمون إلى حي الزهور القريب من السجن واختبأوا في منازل المدنيين قوات سوريا الديمقراطية كثفت عمليات التمشيط في المنطقة وسط تحليق مستمر لطيران التحالف الدولي وبالتزامن مع هجوم داعش في سوريا هاجم مسلحو التنظيم مقراً للجيش العراقي في قضاء الخالص بمحافظة ديالة متسببين في مقتل عدد من جنود قوات الجيش بينهم ضابط مصدر أمني عراقي كشف أن المسلحين لذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بينما توجهت قوة إلى مكان الحادث وبدأت تنفيذ عمليات تفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالة وصلاح الدين تحركات لداعش في سوريا والعراق تثير تساؤلات عن محاولات التنظيم إعادة إحياء قوته في البلدين